اللي انا كنت دايما طول عمر استغرب له هو مين طلع نظرية بل وشائعة وقد اتمادى واقول اغراض ان المزيع يبقى محايد لانه مفيش ولا حتة في العالم في حاجة اسمها المزيع محايد دي شوف انا هقولك من تجربتي انا في الاول انا بقلي 25 سنة مزيع ايه اول سنين حياتي او يعني انا دخلت التلفزيون المصري ايه التلفزيون المصري ده القلعة الكبير صحي 100% جامعة اللي بتعلمك ازاي تبقى مزيع الاول لان فكرة ازاي تبقى مزيع دي صعب اول مش كل الناس اللي بيتلاقوا على الشاشة مزيعين هما مؤديين لكن فكرة انك تبقى مزيع دي لازم تخش مدرسة الجامعة والجامعة بتحتك التلفزيون في التلفزيون الشائع اللي هو العكس بيخليك تقول اه انت في التلفزيون فانت بتخش عشان تبرمج تقول ايه وما تقولش ايه الامر ابدا هو بيعلمك من غير ما انت تاخد بالك ويديك الحس الطبيعي كبنى ادم انت عادت قدام ميكروفون ايه اللي عليك وايه اللي مش عليك ومش مفروض تعمل ايه من غير ما يقولك بالورا والقلم وكون شخصيتك بقى وكون وجهات نظرك زي ما انت عايز انا حقيقية قبل كده لما كنت بتفرج على المزيعين اساتنا ما كنتش بحس ان في حد بيجبرهم انهم بالعكس يعني انت كل البرامج اللي كنت بتشوفها بتلاقي ان المزيع بيقول وجهة نظر في سؤاله بمنتهى البساطة والتلقائية لما ابتدت الدنيا تبقى فيها محطات كتير وتلفزيونات كتير وبتدت تظهر ناس ابتدوا الناس دي تأفور في طريقة تقديمها للبرنامج بتاعها فابتدى ما بيبقاش وجهة نظر على قد ما هو بيبقى عايز يعمل ترند بيبقى هو عايز يعمل فرقعة فابتدت بقى الناس تواجه تهاجب يا جماعة انتوا مفروض تعملوا قد انتوا مفروض تعملوا فرقعة انتوا مفروض انكم مزيعين مفروض تقولوا وجهة نظركوا او تبقوا محايدين ولكن هي اجذوبها رهيبة جدا ايه الموضوع مش موضوع انا مفيش مزيع محايد مفيش مزيع شاطر محايد عشان بس نبقى حطينها حطين جملة واضحة فريز فريز between brackets كده مفيش مزيع شاطر ومعلم مع الناس ينفع يكون محايد فكرة ان انا علمت مع الناس يبقى انا دخلت له من وجهة نظر مختلفة وشقت له الطريق كده وقلت له تعال انا بفكر بالطريقة دي فعملت حالة حالة نقاش لبيت لا انا موافق معها لا الستي دي بتخرف وابتدينا نفتح الحوار على هذا الطريق لكن اللي بيحصل في فترة فترة بقى لها فترة طويلة حقيقي هو ان احنا مش بقى بيبقى بيقول وجهة نظره لا هو بيأذور قوي هو بيعيش الدور جدا لدرجة ان هو عارف انه بيخترق التابوهات الممنوعة ان انا حتى اتعامل معها زهنيا وقدمها ليه عشان ابقى ترند عشان نسؤل وابستوا وتشايروا احنا في ثقافة التشيير عشان بنواع أعمار عشان VERYين